تقطعت بهم السبول منذ سنوات وما زالت أعينهم ترنوا للعودة إلى ديارهم دون أن تجد أمنياتهم صداً عند من يمسكون بزمام السلطة ناشطون ومغردون أطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي حملت وسم رجعهم في إشارة لشريحة واسعة من العراقيين وأجبروا على ترك مناطقهم التي استهدفتها العمليات العسكرية قبل ست سنوات ومنعوا من العودة إليها لأسباب في أغلبها طائفية وسياسية وأوضح المشاركون في الحملة أن مئات الآلاف من العائلات ما تزال مشردة سواء في المخيمات التي تفتقر للحدود الدنيا من المتطلبات الإنسانية أو بين أنقاض مبان لا تصلح مطلقاً للعيش في ظل ظروف متدهورة تقاسيها تلك العوائل مع ارتفاع درجات الحرارة وانعدام المؤن وتفشي الأمراض لا سيما مع استفحال وباء كورونا هذا دوناً عن المشكلات المتعلقة بالصحة والتعليم والتحديات المجتمعية والاقتصادية ووفقاً للمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب فإن أكثر من مليون ونصف مليون نازح ومهجر قصراً ما زالوا يعيشون في قلب المعاناة في مخيمات تحولت إلى ما يشبه المعتقلات بينما ذهبت المبالغ الطائلة التي رصدت لإعادة تأهيل المناطق المنكوبة أدراج الرياح بسبب الفساد والسرقات واستغلال الملف ضمن المساومات الحزبية وتؤكد منظمات إنسانية أن الحكومات المتعاقبة وضعت قضية النازحين بين التجاهل والوعود التي لم تنفذ بينما وجه ناشطون اتهامات مباشرة لإيران محملين إياها مسؤولية بقاء ملف النازحين وتفرض مليشيات مرتبطة بإيران سيطرتها على ثلاث عشرة منطقة عدا عن عشرات القرى التي هجر منها أهلها وتمنع حتى القوات الحكومية من دخولها كما هو حاصل في جرف الصخر والعوجة والعواسات وذراع دجلة وسنجار وعزيز بلد ويثرب وغيرها وسبق للعديد من المسؤولين والسياسيين أن أقروا أن نحل ملف النازحين بيد طهران التي تعمل على استغلال مواقع مهمة في البلاد لتؤسس قواعد استراتيجية في إطار مشروعها التوسعي واستصمت حكومي عاجز وسكوت دولي متواطئ دون بوادر حقيقية لحل هذه الأزمة الإنسانية